الحقنة اللي في الركبة دي دكتور دي حقنة لإيه؟ يعني بيقولك دي سحر دي بتفك الخشونة وقلم المفاصل ومعرفش إيه دي إيه عبارة عن إيه؟ والناس يعني حركة تريكماند إن الناس تأخدها ولا لأ؟ مفيش حقنة سحر مفيش حقنة سحر طيب عشان نقول للناس مفيش حقنة سحر لكن الحقنة اللي بتكلموا عليها لو بتكلموا على المادة اللي هي زي ما حدت في المؤدية ما قلت هي غالية في منها أنواع رخيصة وفي منها أنواع غالية دي مادة اسمها حيالويورينيك بتتحقن في الرجبة بتساعد إحنا بنستبيها باللغة العربية كده يعني للناس عشان نسألهم نقولهم ده تشعيم ده إيه؟ تشحيم زي تشحيم للمخصر تشحيم بنشحم المخصر أيوة اديني بقى مصطلحات كده لطيفة زي تنكيس البيت عشان نفهم عشان نفهم أيوة أوكي يعني إحنا فهمنا خلاص تقربنا تلنا الصورة تنكيس البيت والإزالة الأدوار الحقنة دي عاملة زي التشحيم يعني مفصلة فيها حبة رايش وفيها حبة خشونة فعايزين نقلل الاحتكاك تمام فندي زي زيت كده في النص فتدي لوبريكنت يعني تخليها ليونة ليونة وتدي امتصاص للصدمات شوك أبزومشن حلو قوي والزيت ده بيفضل في الركبة ولا بيخلص لا هو بيخلص لمدة الحقنة دي أنا قلت فيه منها أنواع بقى فيه نوع الإنسان ممكن ياخد منها من 3 ل 5 حقن و4 كل أسبوع واحدة ويريحه 8 شهور فيه نوع حقنة ممكن تتخذ مرة واحدة كل 8 شهور دي الغالية دي الغالية حقنة واحدة كل 8 شهور وهل الدكتور العظام هو اللي بيديها جراحة طبعا لازم تتخذ في المفصل لازم تتخذ بمحاذير عالية من التعقيم الجيد نفعش تتخذ لأنها ممكن تدخل ميكروبجو هل لازم تعقيم جيد جدا هي بتيجي متعبية جهزة ومتقفلة كويس فيتبقى أن لازم يتم تعقيم الركبة كويس قبل ما تتخذ الحقن هي لها كذا اسم تجاري؟ اهو كتير كتير إنما هي مادة واحدة وعبنينها كذا شك مادة واحدة بس بزي برضو هقولك برضو بحاجة درجة زي زيت موبل وزيت بلاش أسامي زيوت مختلفة الكذفات هي كده بالضبط ام إبراهيم